اهلا بكم مشاهدين الكرام الى الاقتصادية المفصلة من الميادين الى العنوين العراق وإيران يعملان على إعادة افتتاح منفذ السومار الحدودي بعد شهر من إغلاقه الانروا تنجز تحضيراتها لبدء العام الدراسي الجديد في جميع بلدان عملها رغم التحديات الوجودية والمالية التي تواجهها وفي النشرة أيضا رغم اعتراض لندن رئيس المجلس الأوروبي يؤكد أهمية الابقاء على شبكة الأمان الخاصة بإيرلندا في اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أهلا بكم تسعى إيران والعراق لإعادة افتتاح منفذ سومار الحدودي بعد نحو شهر من إغلاقه لأسباب لم يكشف عنها وقال محافظ كرمن شاه أن منفذ سومار يؤدي دورا تنمويا لمحافظة كرمن شاه الإيرانية والديالة العراقية ما يستدعي إعادة فتحه بصورة رسمية مضيفا أن الجهود مستمرة لإعادة فتح الجزء العراقي من هذا المنفذ نهاية الأسبوع المقبل أعلن الناطق الرسمي باسم وكالة غوثي وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا سامي مشعشع أن جميع التحضيرات للعام الدراسي في مدارس أونروا أنجزت بالكامل رغم التحديات الوجودية والمالية الخطيرة التي وجهتها الوكالة وقال مشعشع في بيان أن أكثر من نصف مليون طالب وطالبة سيتوجهون إلى بقاعد الدراسة خلال الأيام القليلة المقبلة في أكثر من 700 مدرسة في مناطق عمليات أونروا في سوريا، الأردن، غزة، لبنان، الضفة الغربية وشرقي القدس مؤكدا أن الوكالة ستظل صامدة بوجه كل التحديات أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري خلال افتتاحه مرحلة التوسعة الجديدة في مطار بيروت الدولي أن الحكومة عزمة على تحسين وتطوير المطار وإيجاد حل نهائي للإزدحام الذي يشهده المطار خلال موسم السياحة وعشار الحريري إلى أن موازنة هذا العام كانت جيدة بالأرقام وأن التحضير لموازنة العام المقبل قد بدأ تداركا لانتهاء المهل الدستورية ما يعطي انطباعا جيدا لجهات التصنيف الدولية وهذا الشيء كمان بيعطي انطباع لها المؤسسات الدولية المالية أنه لبنان جدة بالطريقة اللي عم مشتغل عليها مشتتنا نحن بالسابق أنه بنحكي شيء ونعمل شيء تاني هلأ عم يبدأ يبين للمؤسسات أنه اللي عم نوعده عم نعمل فيه إن كان بالأوانين إن كان بالموازنات وإن كان بالأرقام اللي بدنا نوصلها إلى سوريا حيث حافظت صناعة الحرير في بلدة ديرماما بريف حما على خصائصها التقليدية رغم الاترابات الأمنية والتغييرات الاجتماعية في تلك المنطقة وتتوارث بعض العائلات هذه الحرفة منذ مئات السنين بصفتها وسيلة لكسب الرزق وميزة ثقافية لأهل منطقة مصياف المساحة الضيقة والأدوات البسيطة لم تمنع عائلة الحاج محمد سعود من إنتاج أجود أنواع الحرير الخيطان والأثواب واللوحات الفنية كلها تعرض هنا في منزل الحاج محمد الذي تحول إلى متحف يقصده أبناء بلدة ديرماما وسائر البلدات الواقعة في منطقة مصياف جنوب غربية حما إلي حوالي أكثر من خمسة وخمسين سنة وأنا بشتغل بحرفة الحرير سواء كان بالنسيج أو سواء كان بالحل أو سواء بالتربية ونحن بلدة ديرماما يعني نحن منأكد على أنه هي القرية الوحيدة التي لا تزال تنتج وتصنع الحرير الطبيعي أدويا إذا بيعنا واللي ما بيعنا نحن محافظين على التراث هذا وعم نشتغل فيه كل هاي شغلات تراثية يعني نحن عم نشتغل فيها شغلات تراثية ومحافظين عليها وما منتخلى عنها نهائيا شو ما صار يصير ويحوي المتحف أدوات تربية دود القز الذي ينتج خيطان الحرير وبعض الأنوال المستخدمة في الحياكة وحرصت عائلة سعود على الاحتفاظ بها بعدما توارثتها الأجيال لمنع هذه الحرفة التقليدية من الزوال أكد رئيس الجمهورية الجزائرية المؤقت عبدالقادر بن صالح أن الحكومة ستركز في إطار سياستها الاجتماعية على بذل الجهود اللازمة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين بن صالح شدد على مواصلة الجهود لتقليص عز الموازنة وتعزيز الميزان التجاري للبلاد واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تراجع احتياطي العمولات الأجنبية أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الحاجة للإبقاء على شبكة الأمان الخاصة بإيرلندا في اتفاقية بريكزيت بعد طلب من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بإلغاء هذا الإجراء توسك وفي تغريدة عبر موقع تويتر قال إن هذه الشبكة تهدف إلى تجنب حدوث أزمة في إيرلندا ومن يعارضونها يدعمون إعادة ترسيم الحدود يشار إلى أن اقتراح بريكسل هو في إبقاء الحدود مفتوحة بين إيرلندا الشمالية التي تعد جزءا من بريطانيا وجمهورية إيرلندا التبعة للاتحاد الأوروبي قال نائب رئيسي وزراء إيطاليا ماتيو سالفيني إن بناء موازنة العام المقبل على أساس إنفاق يصل إلى 50 مليار يورو يعد أمرا ضروريا لتحقيق صدمة تؤدي إلى تحفيز اقتصاد البلاد وأسعى سالفيني إلى حل الحكومة الاتلافية الحالية ما قد يعقد استعدادات البلاد لصياغة ميزانية العام المقبل وذلك إثر خلافات داخل الاتلاف الحاكم على مشاريع ضخمة يرى سالفيني أنها ضرورية لتحفيز اقتصاد البلاد على عكس شريكه في الحكم حزب خمس نجوم أعلنت الحكومة الإسبانية إرسال سفينة لنقل المهاجرين من على متن سفينة أوبن آرمز العليقة أمام الشواطئ الإيطالية منذ أكثر من أسبوعين بعد رفض الحكومة الإيطالية السماح لها بإنزال المهاجرين في جزيرة لامبيدوزا وستقوم السفينة التابعة للبحرية الإسبانية بالتوجه إلى المياه الإيطالية في رحلة تستمر لثلاثة أيام حيث تقوم بنقل المهاجرين من على سفينة الإنقاذ أوبن آرمز ومرافقتها إلى ميناء بالما في مايوركا دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الاحتياطي الاتحادية لدراسة خفض أسعار الفائدة نقطة مئوية وحيدة إضافة إلى بعض التيسير الكمي ويواصل ترامب الضغط على البنك المركزي الأمريكي من خلال تغريداته على تويتر حيث قال إن سعر فائدة مجلس الاحتياطي وخلال فترة زمنية قصيرة ينبغي أن يتقلس مئة نقطة أساس على الأقل مع بعض التيسير الكمي ورأى أن قوة الدولار الأمريكي تضر بأيزاء أخرى من العالم نددت شركة الاتصالات الصينية هواوي بقرار واشنطن وقف تنفيذ الحظر المفروض على تعامل الشركات الأمريكية معها وقالت إن الخطوة لا تغير حقيقة تعرضها لمعاملة جائرة أيمن فاضل قرار وزارة التجارة الأمريكية تعليق العقوبات ضد شركة هواوي تسعين يوما جديدة أثار انتقاد الشركة الصينية التي قالت إن هذا القرار يؤكد أن عقوبات واشنطن مسيسة ولا علاقة لها بالأمن القومي الأمريكي مضيفة إن الإجراءات الأمريكية تنتهك المبادئ الأساسية للمنافسة في السوق الحرة الشركة الصينية أكدت أن تمديد وقف تنفيذ الحظر لا يغير حقيقة أن هواوي تتعرض لمعاملة جائرة ولفتت إلى أن الحظر لا يصب في مصلحة أي طرف بما في ذلك الشركات الأمريكية وأن محاولات خنق هواوي لن تساعد الولايات المتحدة على تحقيق الريادة في المجال التكنولوجي ووفق وزارة التجارة الأمريكية فأن التأجيل أتى بطلب من شركات الاتصالات الأمريكية التي تسعى إلى مواصلة شراء تجهيزات الشركة الصينية وكان وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس قد قال أن حكومته تحض المستهلكين على الابتعاد عن المنتجات هواوي وخصوصا في مجال معدات الاتصال لكن حظرها في الوقت الحالي سيؤدي إلى خلل في شبكات الاتصال الأمريكية وهواوي هي ثاني أكبر شركة لبيع الهواتف الذكية في العالم وتعد رائدة عالميا في معدات الجيل الخامس علما أنها تتولى حاليا تجهيز هواتفها بنظام تشغيل تسميه هارمونيوس إضافة إلى أندرويد التابع لجوجل الأمريكية بسبب عزم واشنطن على منع شركة الصينية من استخدامه ووفق تقنيين فأن برنامج التشغيل التابع لهواوي يتميز بسرعته الكبيرة مقارنة بأندرويد وباستهلاكه لطاقة الهاتف على نحو أقل إضافة إلى استفادته من ميزات الذكاء الاصطناعي بطريقة أكفأ ما يتواءم مع الأجهزة التي تنتجها الشركة يعمل مسؤولون أمريكيون كبار على إمكانية خفض ضرائب الأجور على نحو مؤقت وذلك لتعزيز الاقتصاد وبحسب صحيفة واشنطن بوست فإن النقاشات الجارية في هذا الشأن مزالت في مراحلها المبكرة وأن المسؤولين لم يقرروا بعد إن كانوا سيطلبون من الكونغرس الموافقة على خفض ضريبي في الخبر الأخير بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في اتصال الهاتفين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شؤون الاقتصاد ومغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي ويأت الاتصال قبيل انعقاد قمة لمجموعة السبع في فرنسا مطلع الأسبوع المقبل وقال متحدث باسم مكتب جونسون أن الرئيسين الأمريكي والبريطاني تطرق إلى مسألة تطوير العلاقات التجارية بين واشنطن ولندن إضافة إلى أحدث تطورات بريكزيت هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية نشكر لكم حسن المتابع المايدين دوت نت للمزيد إلى اللقاء اشتركوا في القناة